لا تتوقف معاناة المسافرين عبر خطوط طيران اليمنية عند تكاليف التذاكر الباهظة وعدم التزام الرحلات بمواعيدها فضلا عن إلغاء وتأجيل حجوزات السفر فقط بل أن هناك مشاكل أخرى عديدة تتعلق بفرض القيود على الرحلات بشكل مستمر يفرض التحالف منذ أربع سنوات قيودا عديدة على الرحلات الجوية حتى وإن كانت هذه الرحلات متجهة من أماكن سيطرة الشرعية وهو ما يؤدي بحسب المواطنين إلى معاناة مضاعفة عليهم أعداد كثيرة من المسافرين تؤجل رحلاتهم بشكل مستمر خاصة أولئك المرضى والطلاب الذين انتظروا طويلا لمنحهم تأشيرات العبور لكن ذلك ليس الهم الوحيد فتعليق الرحلات أصبح هما آخر يؤرقهم داخل وطن أنهكه الموت من كل اتجاه الخطوط الجوية اليمنية قالت إن التحالف رفض مؤخرا منح تصريح إقلاع لإحدى رحلاتها المتوجهة من مطار عدن إلى العاصمة الأردنية عمان دون إبداء الأسباب فيما قال مصدر في وزارة النقل أن الوزارة لم تجد أي تجاوب من قبل التحالف رغم علم التحالف بوجود حالات إنسانية بحاجة للسفر بشكل عاجل يشكو مواطنون يمنيون كثر من هذا التأخير الذي يدفعون فاتورته الباهظة بشكل مستمر وهي دائرة مأساة يقاسها المواطن اليمني منذ انقلاب ميليشي الحوثي وبداية التدخل العربي في اليمن ترجمة نانسي قنقر